مازلنا مع أهلي وأهل أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي قلوبهم مليانة نور وبركة من بشرة أن الله سبحانه وتعالى سيرعى البيوت فأصحاب السعادة هم المقبلين على الزواج وأصحاب السعادة هم كمان المقبلين على تجديد حياتهم ومازلنا بنمشي معاهم في الرحلة اللي احنا بدأناها يمكن من سنوات في مسألة تمهير المتزوجين وبنحب نبدأ دايما يوم السبت مع أصحاب السعادة ومن خلال حلقاتنا بنقدم لهم بعض المعارات اللي بتساعدهم على الرسول للسعادة الزوجية وتعالوا الأول أحكي لكم حكاية عن ملك من الملوك شاف حلم أن أسنانه كلها بتوع فانزعج جدا واستدعى مفسر للأحلام فمفسر الأحلام ده قال له على فكرة كل قريبك هيموتوا قبلك فاقتله استدعى مفسر تاني فقال له نفس الكلام قال له ايه قال له كل أهلك هيموتوا قبلك رح قتله فاستدعى مفسر تاني فقال له إن تفسير رؤياك يا جلالة الملك إنك أطول قريبك عمرا إن شاء الله فالملك عجبوا الكلام فأمر لي بجيزة طب هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن المفسرين التلاتة قالوا نفس المعنى بس المفسر الأولاني ومفسر التاني اختاروا طريقة غير مناسبة والمفسر التالت اختار طريقة مناسبة هو في الحقيقة كان تفسير الرؤية إن قريبوا عيموتوا كلهم قابلوا فيفضل لوحده واتبقى حاجة وحشة قوي فعشان كده أظن إن انتوا كده عرفتوا وفهمتوا المهارة اللي أكلمكم عنه عن النهار ده ايه ايه هي مهارة مهمة جدا 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 في حياتنا هي مهارة اختيار لغة الخطاب الزواجي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نختار أفضل الكلام وإحنا نتكلم الناس فالبنا سبحانه وتعالى أمرنا وقلنا وقولوا للناس حسنة يعني قولوا الكلام الحلو وده لعموم الناس والزوجة أهم لأن رسول الله سبحانه وتعالى لما قالنا واللقمة ترفعها إلى في زوجتك يا صدقة والكلمة الطيبة صدقة فعرفنا إن احنا إيه اللي حاصل إن احنا بيننا وبين أهلنا جزء من مفهوم وعاشرهن بالمعروف وجزء من مفهوم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جزء من ده إن احنا نختار الكلام الحلو ونتكلم به وعشان كده ربط مولانا سبحانه وتعالى التقوى بالكلام الحسن فقال يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فمع الأمر بتقوى الله أمرنا إن احنا كمان نقول قول سديد يعني قول سليم وقول كمان صادق وقول طيب فعشان كده لازم نقول الكلام حلو لأهلنا ولذلك هنتكلم النهاردة عن لغة الخطاب الزواجي اللي ممكن نخاطب بيها شريك حياتنا والأسلوب اللي ممكن نقدر نعبر به فيفتح قلب شريك حياتنا مش يقفل كل السكك ويحط كل العوائق لا ده إيه ده خطاب يشيل كل الحواجز ويخلي الخطاب بنا باب من أبواب الفتح والسعة والكرم وعشان كده كان الشاعر والكاتب المشهور قوي جبران خليل جبران قال ركزوا شوي بين منطوق اللي لم يقصد ومقصود اللي لم ينطق تضيع الكثير من المحبة يعني إيه يعني ما بين كلامة قال وما كانش مقصود وما بين كلام مقصود وما تقالش بتضيع المحبة وعشان كده كلامنا لازم يكون محسوب بلاش فكرة أنا سايب إيدي أنا بتعامل معاك وعشان باحترمك وبحبك أنا بتعامل معاك على طبيعتي ويقصد على طبيعته إنه يطلع الكلام الوحش لا ده مش على طبيعتك أنت بتقوله أنت مش مهتم بي أو الله لما تيجي تتكلم مع حد فتقوله كلام كده فيتحس إنه يتأذأ أو رجع لورا كده أو بتصدم لما أنت كلمت بالطريقة دي أو يحس إنه مفزوع من كلمة أنت قلتها يقوله أنا بتكلم على طبيعتي يعني حتى لو كان الكلام ده كلام سوقي لا ده مش ده مش على طبيعتك وده وت ما ينفعش وعشان كده جزء من الكلام ده إن الكلام يكون فيه عناية فنمتنع عن الكلام اللي وقته مجاش واللي ممكن نضيع المحبة فتعالوا بقى نشوف إيه الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نتضرب على مهارة اختيار لغة الخطاب الزواجي دي ده واضح إنه مهارة مهمة قوي قوي واضح إنه فيه بيوت كتيرة جدا جدا أنا بقول لكم بقى خبرتي واضح إنه بيوت كتيرة جدا محتاجة للكلام ده ومحتاجين إنه نأهل الزوجين عليها قبل ما يدخلوا في إيه في الحياة الزوجية أول حاجة لازم تعملها إنك تفكر قبل الكلام يبقى التفكير قبل الكلام أول خطوة لازم تتدرب عليها عشان يبقى عندك المهارة دي ما المهارة دي بتتدرب على جملة من الخطوات عشان تساعدك على المهارة دي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابيه و أمي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاز وهو بيسأله عن الأعمال اللي بتدخله الجنة فأخذ بلسانه بيابيه و أمي صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا بلاء خلي بلك من ده كف عليك هذا فقلت سيدنا معاز بقى بيقول حضرت النبي سيدنا معاز اللي حضرت النبي قال له إيه إني لأحبك يا معاز حبيب رسول الله فقلت يا نبي الله يعني أتكلم بدلالك بقى فقلت يا نبي الله إننا لمؤاخذون بمن أتكلموا به يعني وإحنا بنتحاسب على اللي إحنا بنقوله فحضرت النبي رحل رضي عليه قال له قال سكلتك أمك يا معاز وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد و ألسنتهم